محمد الله وبركاته بعد فترة تحمل أسماني غود أسماني بهذه المنطقة كل فريقاً للاعبين خارج الساحة تبرين يسمونه كيباوي ونقل الكرة من النهاية وضعنا كثير من عنده لكن السؤال اللي جاني ماذا أفعل بعد هذا الفعالي فالفريقاً يبعبون محيازة كرة ممتازة والفريق اللي عنده الكرة ينقل الكرة بين اللاعبين الزملاء اللي خارج الساحة فيكون هناك يسمونه بلاين فروم انتو انت إلى الفريق العزرق قطاع الكرة يلعب مع الفريق الزملاء العزرق اللي هم ساندين يعتبرون خارج الساحة هاي التمارين كلها تجري ضمن تعليمات من المدرب وتدريب من المدرب وبالمناسبة اللاعبين الحائزين على الكرة داخل الساحة ينتبهون انه هناك جزئية في الفعالية انه ممكن خلال اللعب ان اللاعبين اللي داخل الساحة يسموهم لاعبي ساحة ان يبدلون مركز اللاعبين اللي خارج الساحة خلال اللاعب وليس خلال توقف الكرة خلال اللعب فيكون هناك دايناميك كبير بغاية الفعالية دائما اللاعبين يفكرون منو خرج منو دخل منو خرج ما اريد اكرر اللاعب نفس اللاعب يطلع مرتين لا اريد امره يطلع ساند يدخل الساحة اريد الثمانية داخل الساحة ذلك يصرون لاعبين ساندين خلال اللعب خلال اللعب بدون توقف اللعب ومن الكرة تكونوا على البيض اللاعبين الساندين الأزرق فروزن يعني جامدين ما لهم دخل ومنو خصير الكرة عند الفريق الأزرق داخل الساحة اللاعبين الساندين الأبيض فروزن ما لهم دخل ومن التمارين المهمة جدا جدا وفي الساحة تلاحق مدرب حراس المرمى احسن تدريب ن troupe الحراس المرمى هو أنه لاعب الأسودية العادة للمدرب كرة والمدرب يضع الكرة وما يصوب الكرة بكل قوتة وإنما يضع الكرة في إحدى الزوايا فالحارس المرمى يغطي الكرة ويغطي توقعاً الزاوية التي سيصوب إليها المدرب يعني يمنع هذا الكرة بالهدف فالمدرب الحراس هنا يعمل بشكل يمكن الحارس نوعاً ما من أخذ الوقت الكافي لتقطية الزاوية توقعاً التي سيصوب إليها مدرب الحراس هذا يستمر لفترة معينة لا تقل عن 20 دقيقين لعب ممتاز ثم أنقل الفريقين يصيرون هنا عندي 8 ضد 8 و 2 10 ضد 10 أنقلهم بالساحة أرى هذه الأهداف المتحركة بعد فترة راحة وعند الحراس كل حارس أخليه بهدف كل فريقي هذا المهدف يدافع عنه هنا أعطي ما يعرف باللعب الحراس لأن المنطقة الآن اللي نلعب بها إحنا على هدفين تقسيمة تعتبر ضيقة لعدد لاعبين 11 ضد 11 تكون أنت دربت اللعب بشكل ممتاز سواء فترة عداءات فترة منافسات وهذه تمارين أخواني تمارين مهمة أنه تنتقل من ما يعرف بمبدأ حيازة الكرة أو الإلقاء الكرة مع الفريق الحاز على الكرة ونقل الكرة من نهاية إلى نهاية أو من جانب إلى جانب أو حتى من أجل الحيازة فقط ثم تنتقل بنفس المجموعة اللي تشوفها أمامك لللعب على هدفين تقسيمة حرة ما بها شرط تكون من التمارين الراقية جدا 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 إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا